إيران أو السقوط الولاء لخامنئي أو لترامب ومن يحدد تلك الخيارات إنهم ذراع إيران الأقوى في العراق الميليشيات على عجل يتراصف المعسكر الإيراني في المنطقة عموما والعراق خصوصا مع اشتداد حبل العقوبات الأمريكية على طهران فلا سعة بعد اليوم لمربعات الحياد ولا المناطق الرمادية إما معنا أو ضدنا وإن كان الثاني فمعناه السقوط بهذا التهديد الصريح ولغة العداء الفجة تهدد ميليشيا النجباء على لسان متحدث باسمها نصر الشمري رئيس الحكومة عادل عبد المهدي ومن أين؟ من طهران وتلك دلالة مكانية تبلغ جدية التهديد وحقيقة ولاء رايات الصفراء أو بألوانها الأخرى المسيطرة على العراق الشمري حذر عبد المهدي من سقوط سريع إذا انتهجت حكومته سياسة لا توائم المصالح الإيرانية مؤكدا خلال لقائه مع عضو مجلس الأمن القومي الإيراني سعيد جليلي أن واشنطن تمارس ضغوطا على الحكومة لتشارك بالعقوبات على إيران لكنه يجزم أنها لن تخطو خطوة بهذا الشأن وبنى رؤيته هذه على ما سماه اتحاد البلدين بالعقيدة والمرجعية والجغرافيا وبصرف النظر عن اللهجة التي تحدث بها الزعيم الميليشيوي وهي تبدو كأنها لرئيس حكومة فإن ذلك يسلط الضوء مجددا على مدى تغلغ للميليشيات الإيرانية في مفاصل الدولة وإلى أي مدى بات الاعتراف بالولاء لطهران صريحا لا سيما عندما يعتبر الشمر تهمة التبعية لولاية الفقيه شرف كبير للميليشيات وضمن السياق المتوعد هدد الشمر القوات الأمريكية بإرغامها على الانسحاب واستهدافها حال اندلاع حرب مع طهران مؤكدا أن الميليشيات تراقب القواعد الأمريكية المنتشرة في العراق وأن عهد أضرب وهرب قد ول وهنا يحق ربما طرح تساؤل بأثر رجعي من يقصد الشمر بعبارته تلك فرق الموت التي كان عنصرا فيها إبان الحرب الطائفية ربما أو تلك الهجمات الصاروخية عن بعد والتي استهدفت مواقع أمريكية في العراق خلال الأشهر القليلة الماضية ميليشي النجباء وغيرها من حراس المشروع الإيراني في المنطقة صنفتها واشنطن على لائحة الإرهاب وفرضت عقوبات على زعيمها أكرم الكعبي لكن مع الأيام تبدو جلية أكثر جدية المسؤولين الحكوميين في تطبيق الشعارات التي رفعها عما سموها في مثل هذا الأمر سيادة القرار وإرساء علاقات متوازنة مع الجميع ها هي الميليشيات اليوم تهدد الحكومة ومن طهران فماذا ينتظر منها في الغد لكم يبدو إسفافا وعبثية أن يتحدث ساسة العراق عن سيادة يدعون امتلاكها